اشتركوا في القناة وكان اهل افريقية والاندلس يسيرون في كتابتهم مسيرة اهل المشرق ويحذون حذوهم في استخدام قلم الكوفة المحقق اليابس وينقطون الحروف ويعجمونها على طرائق ابي الاسود الدؤالي والخليل ابن احمد الفراهدي مع بعض التبديل والتغيير والتعديل ولما غدت القيروان حاضرة المغرب ومهبط الفن في افريقية وشبه الجزيرة الايبرية انتقل اليها كتاب وعلماء وفنانون ومزخرفون ومذهبون وقامت في المغرب نهضة خطية لا مثيل لها واسست مناهج ومدارس ومذاهب في الكتابة لا علاقة للمشرق بها وتميزت بلاد الاندلس عما هو في بغداد في دخول المرأة هذا الميدان ونوالها شرف الكتابة كتابة المصحف شريف وكن النساء الاندلسيات في الدواوين يعملن كاتبات وخططات وفنانات يعملن معلوبنا بنت الخليفة المستكفي التي وقع ابن زيدون الشاعر في هواها وكانت فاطمة العجوز تنسخ لها بخطها الجميل الكتب وتخرجها مذهبة رائعة وممن اشتهرت من النسوة ونالت شرف كتابة المصحف العظيم عائشة بنت أحمد ورضية مولاة عبد الرحمن الناصر لدين الله وجاء في تاريخ الموحدين لدوزي أنه كان فقط في الروض الشرقي من قرطبة مائة وسبعون امرأة لنسخ المصاحف ومن هنا من يتمتعن بالخط الجميل ويحق أن يحملن لقب ميفن لقد كان المغرب في النصف الثاني من القرن السادس الهجري تحت حكم الموحدين بعد انقراض دولة المرابطين بقتل آخر ملوكهم تاشفين بن علي سنة تسع وثلاثين وخمسمائة هجرية والموافقة لسنة خمس واربعين ومائة وألف ميلادية ويعد القرن الثاني عشر الميلادي عصر امبراطورية الموحدين بلا جدال أكبر امبراطورية شهدها غرب البحر الأبيض المتوسط نشأت دولة الموحدين على يد محمد بن تومرت الملقب المهدي ودعا إلى القضاء على دولة المرابطين ولما توفي سنة أربع وعشرين وخمسمائة هجرية بايع أصحابه تلميذه عبد المؤمن بن علي الذي استولى على مراكش وفتح بلاد أفريقية ومد نفوذه إلى برقة وخرج للجهاد في بلاد الأندلس وفي عهده أمر بإخراج المصحف الإمام من قرطبة سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة هجرية وهو أحد المصاحف الأربعة التي بعث بها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الأمصار وقد اعتنى به المواحدون كل الاعتناء وأقام له كل زينة من تذهيب وكسوة وقد تحدثنا عنه مفصلا في الجزء الأول من هذا البرنامج نجح عبد المؤمن خليفة بن تومرت في أقل من ثلاثين سنة في توحيد المغرب وغزو الأندلس والسيطرة على بني هلال في الجزائر وإعادة السلام إلى تونس فأصبح يدعى له على المنابر من طرابلس حتى قشتالة وسرعان ما وضع نظاما إداريا حازيما استمده من النظام الأندلسي ونشر الحضارة الإسلامية الأندلسية في شمالية أفريقية وشجع خطاطي المصاحف وقدم لهم المكافآت المجزية وشع في عصره البنيان متألقا بترازيه الإسلامية واضحا في هيئته ونمطه ومثال ذلك مئذنة جامع الكتبية ومساجد تازة وتنمال ووصل خلفائه صنعه فأكمل أبو يعقوب المنصور قصبة مراكش وأنشأ الحصن الموحدية وشرع في بناء صومعت ومسجد حسان بالرباط وخص الأندلس بأعمال بلغت حدا كبيرا من العظم مثل الخيرالدة وسور القصر تولى الخلافة يوسف من سنة ثمان وخمسين وخمسمائة هجرية فسار للأندلس وقاتل الفرنجة وتوفي فيها متأثرا بجراحة سنة ثمانين وخمسمائة هجرية وكان علما شديد الاحتفال بالعلماء عكف على دراسة الفلسفة وفي عهده ظهر ابن رشد الفيلسوف الشهير وجاء من بعده يعقوب وسار للأندلس مرتين انتصر فيهما في موقعة الأرك سنة خمس وتسعين وخمسمائة هجرية لم يكن الأمراء الموحدون من بعد يعقوب بمثل قوة آبائهم وشجاعتهم وجهدهم فضعفوا وحل محلهم المرينيون في مراكش ودولة بني عبد الواد في الجزائر وبني حفص في تونس ويمتاز عهد الموحدين في الأندلس منذ عبد المؤمن بشيوع كتابة المصاحف الشريفة ونبوغ آل غطوس في بلانسيا كما شاهدنا ذلك في حلقة ماضية أفل في المغرب العربي قمر الموحدين وسطع شمس المرينيين لتصور اللحظات الأخيرة للتجمع المغربي الأندلسي والمارينيون من زناته وينتسبون للأمير عبد الحق بن الأمير محيو وهو أمير بن أمير إلى جد مارين دخل المغرب من الصحراء من زاب أفريقية موضع إمارته عام عشر وستمائة وانضمت إليه قبائد البربر مطيعين له فعظم سلطانه واتسع ملكه ودامت إمارته اثنتين وعشرين سنة وقتل سنة أربع عشر وستمائة هجرية وفي عهد حفيده علي تمت معهدة صلح مع الإسبان واشترط فيها إعادة المخطوطات من المصاحف الثمينة والكتب لقرطبة وإشبيلية ولما تسلمها حبسها على المدرسة التي أنشأها في فاس واعتنى بتأسيس المدارس حول جامعة القرويين واشتهر بنسخ ثلاث مصاحف أهداها للبيت الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ويذكر المقر نقلا عن ابن مرزوق أنه أهدى نسخة من المصحف الشريف بخطه للملك الناصر قلوون لم يكن المغرب خلال هذه الفترة يسير على ما جاء به المشارقة من رموز في المصحف الشريف وإنما كانت لهم شخصية مستقلة آثروا بها التميز في كتابة القرآن العظيم وممن اشتهر منهم في قرطبة وكانت من أكثر البلاد التي استنسخ فيها القرآن العظيم محمد بن إسماعيل الذي يكتب المصحف في أسبوعين ومنهم خلف بن سليمان وكان متخصصا في نقط المصاحف لإتقانه علم القراءات وهذا يدل على أن نساخ المصاحف كانوا ينقسمون إلى فئات فمنهم من يكتب الحرف ويأتي من بعده من ينقط عن علم ودراية وللنقط فنون وعلوم والألوان فيها تأخذ جل المعاني فالأصفر والأخضر والأحمر والأزورد وغير ذلك كل منها له دلالة ووظيفة وكل دائرة لها معنى ولها اصطلاح واشتهر في الطليطلة نصر المصحفي وابن مفضل من أهل ملقة الذي كتب سبعين مصحفا كاملا ومحمد بن حاكن بن سعيد الذي أجاد في كتابة مصاحفه وكان الناس يتنافسون على اقتناء مصحف من خطه وأورد بن الأبار المؤرخ البلانسي عددا كبيرا من كتبة ونساخ المصاحف من أهل بلانسيا وغرناطة في القرن السابع وثامن الهجري وتقول المصادر الإسبانية التي احتفظت بوثائق مصحفية مؤرخة سنة تسامية وبعد أن انتهت حركة الاسترداد ظل بين ظهرانين المورسكيون الذين حافظوا على مصاحفهم وتعليمهم الديني وكتبهم ومخطوطات الأجداد التي تركوها ولكن بقدر ما تسمح الظروف لهم وبقدر الزمن الذي كانوا يعيشون فيه وقد قومنا مسألة التعليم القرآن مقاومة عنيفة وأدى توامر التحريم المتكررة أتبار هذا المي الجريمة وانتهى بطرد المورسكيين من أسبانيا والمورسك اصطلاح إسباني أطلق على اللاجئين المسلمين وهي مرادفة لاصطلاح المدجنين الذين استكانوا وبقوا بعد سقوط آخر دولة إسلامية في الأندلس لقد حفظ التاريخ لنا بعضا من الوثائق والمخطوطات والمصاحف نرصد من خلالها مسيرة التطور في الرسم القرآني المصحفي المغربي والتي تختلف قليلا عن مسيرة التطور في مصاحف أهل المشرق وبين أيدينا وثيقة من مصحف يعود لفترة ازدهار الحضارة في المغرب والأندلس وتحتفظ بها مكتبة الأسكريال وكتب على رق وهو من القرن السادس للهجرة ونقرأ فيها من سورة المرسلات ورأس سورة النبأ والبسملة وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون سورة النبأ أربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم نشاهد في هاتين صفحتين طرازا جميلا لحرف متطور عن الكوفي اليابس وفيه من الليونة ما يدل على النظرية التي كنا قد أشرنا إليها فيما مضى وهي أن الخط المغربي تحول مباشرة عن الكوفي اليابس بعكس ما جرى في المشرق حين تطور النسخ عن خط رسائل الليين كما نشاهد في هذه الوثيقة الحفاظ على رسم العثماني وهي ميزة تميزت بها المصاحف المغربية والأندلسية فلم تخالف رسوم المصحف الإمام وإنما بقيت محافظة عليه طيلة الزمن الطويل كتب هذا المصحف بمداد لون بني ووضع رسوم الشدة والسكون بلون أزرق وقد يتساءل المرء عن اختياره لشدة والسكون لونا واحدا وحين نعلم أن الخطاط كان على علم بالعربية والتجويد يزول التساؤل وهذا من توافق المبنى مع المعنى فشدت عبارة عن حرفي ساكن فمتحرك وسكون ساكن هادئ فتوافقت شدة وتآلفت معه لأنها من ذات الصوت الخفية ولم ينسى الناسخ أن يضع حرف ميم للإدغام وبلون أزرق وهي توحي بالسكون أيضا ففي قوله هنيئا بما نلاحظ حرف الميم باللون الأزرق وكذلك في قوله حديث بعده ونشاهد في هذه الوثيقة أيضا الخلافة في الرموز المشرقية وهي الفوارق التي نأى بها المغاربة عن المشرقة فنقطت الفاء بنقطة من الأسفل ونقطت القاف بواحدة وأما الضمة فقد رسمت حرفراء بدل الواو وهي ماخوذة من فعل رفع وشكلت الحروف باللون الأحمر على طريقة الخليل والفتحة رسمت مستقيمة كما وضعها الخليل ألفا مبطوحة مالت مع مرور الزمن وأما الهمزة فقد رسمت نقطة صفراء برتقالية ووضع كلمة مد في هنيئا رمزا للمدة ورسم دوائر ثلاث فواصل بين الآيات وهي مطفورة تنبئ عن بداية تطور الفن الزخرفي ورسم حرفها بالذهب نهاية كل خمس آيات دلالة على التخميس وفي الحاشية مرصعات أيضا وضع في داخلها كلمة خمس وذهب اسم السورة بقلم الكوفي المتطور عن المحقق ونشاهد حرف العين في أربعون مفتوحا على سنة القرن الهجري الأول ولتبيان حرف الألف المحذوف في رسم المصحف أضاف حرف ألف باللون الأحمر لضرورة النطق السليم وهذا ما نلاحظه في وفواكه وكذلك وفي الرحمن ومصحف آخر يسير على نفس النسق مكتوب على الرق نقرأ فيه من سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل رياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا كتبت حروف هذا المصحف بمداد لون بني ضارب للحمر وخطه أندلسي مغربي استخدم فيه الخطات دائرة خضراء للدلالة على همزة الوصل وهو ما شاهدناه أيضا في المصحف من قبل ونهج فيه ذات النهج فاستخدم الشدات والسكنات ورسمها بلون أزرق في حين استخدم النقطة الصفراء لهمزات القطع واستخدم النقطة الواحدة لتدل على نهاية الآية ورسم على الحائشية ثلاث نقط دلالة على نهاية الآية وبين أيدينا مصحف نادر جدا صغير الحجم كتب على الرق وبخط مغربي أندلسي وبالحبر البني الفاتح اللون ويحتوي على ست صفحات مزخرفة بشكل هندسي ونباتي وفيه من الدقة ما يعجب له الإنسان ويتأمل فيه ساعات طويلة يدرس حذق المزخرف وعمله المتقن تأييدا لقوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء وأسماء الصور في هذا المصحف كتبت بالخط الكوفي المغربي وتنتهي برصائع على هامش الصفحة دائرية الشكل ملفوفة ببعضها ونلاحظ الهامشة وقد اكتظ بالأشكال وهي تحمل شكل رأس السورة ورموز الأخماس والأعشار وفي الصفحة الأمنة وفي القسم العلوي نشاهد شارة بدء العشر الثامن وهذه التقسيمات التي اعتنى بها المسلمون عناية بالغة حين قسم المصحف لأجزاء وأرباع وأحزاب وقد رسم المذهب شكل على شاكلة نافذة لتطل على العشر الثامن وتحمل الحواش أشكال هندسية ضمن دوائر تحمل رمز السجدة وقد كتبت بالذهب على أرض زرقاء ونلاحظ في هذه الصفحات برغم من صغرها دقة الفن في جماليات القرآن العظيم قرآن عظيم خط بيد فيها شفافية وتذوق لكلام الرب ينداح على الورق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة